فيه في الوسطي اللايت ويلتر ويد 64 كيلو جرام اللعب زاكير صفلين في الركن الأحمر من كازاخستان ودخول وثقة كبيرة إلى الحلبة حلبة النزال المنافس هو من إيران أشكان ريزاي في الركن الأزرق ودخول أيضا واثق وحذر إلى محطة اللقاء ومحطة النزال ريزاي فيه وزن 64 كيلو جرام اللايت ويلتر ويد 64 كيلو جرام خفيف الوسطي بدينا في اللقاءات التي تحمل المزيد من الإثارة والمزيد من القوة وصولا إلى وزن الولتر ويد في اللقاء القادم وزن 69 حيث توجد متعة الملاكمة لم تروا شيئا عزائي المشاهدين بعد يوجد المزيد تعليمات الحكم في منتصف الحلقة إبقاء الرأس عاليا وعدم المسك وعدم الضرب تحت الحزام تاتش كلافز الروح الرياضية مدربين كزاخستان كانوا مدرسة كبيرة في عالم الملاكمة ولازالوا حتى الآن وكذلك اللعبون الإيرانيون يتمتعون بلاياقة وقوة جسدية وجسبانية ولديهم المزيد والمزيد من الإنجازات والمفاجآت البداية حتى الآن من كزاخستان المنتخب الكازاخي الذي سيطر على منصات التدويج العالمية لسنين عدة ولخبراء الرياضة في الألعاب الفردية فقد عانينا الكثير من وجود المنتخب الكازاخستاني القوي الذي يمنع وصول أي الفرق الأخرى منافسة كانت بين كازاخستان وأسبوكستان الآن تنزعهم الهند ودول أخرى في الاستدارة وكما أرى في هذه البطولة أفغانستان لديها استويات قوية إيران نحن في مجموعة صعبة من الدول الأسيوية تعتبر السياد والألعاب الفردية نستكمل مجرايات اللقاء اللعب الإيراني في الركن الأزرق يبحث عن فرصة يبحث عن تنقيط واللعب الأحمر يبحث عن إقناع القضاء بحقيته للفوز في الجولة الأولى وعند الدقيقة الأولى من الجولة الأولى وعشرون ثانية يطلب الحكم من الركن الأحمر برفع رأسي عاليا ويبدأ الركن الأحمر بلأكمة مستقيمة نحو الجذع واللعب الإيراني يبدله لأكمة أخرى نحو الجذع يشتبك غير متعمد تلقائي ولكمات مستوى قريب تكون في اللكمات الصاعدة فقط والخطافية مجموعة من اللكمات القوية وانظر إلى الفوتورك لقطة جيدة لقطة جميلة سيدة المخرج الفوتورك محمد عليك لايكان يقول لا تسألني كيف ألاكم بيدي واسألني كيف أذحرك برجلي نعم هذه بقولة صحيحة الفوتورك تقريبا هي أهم شيء في الملاكمة وليس اليدين كما تظنون أعزائي المشاهدين مع احترامنا للخبراء الرياضة في مجال الملاكمة الذين يعرفون هذا الأمر وسبقا تستمر هذه اللقاءات القوية في البطولة القارية المقامة على أرض دبي عاصمة الرياضة العالمية لكمات قوية لكمات مؤثرة الدقيقة الثانية و44 ثانية ولكمات مستمرة من كلا اللعبين اللعب إيراني يبدو بثقة أكبر و10 ثواني حتى نهاية الجولة الأولى لقاء حماسي ومشتعل الحكم يطلب لقاء الرأس عاليا ونهاية الجولة الأولى نحو الاستراحة لمدة دقيقة ونتابع بعدها استكمال تحري الفائز من بين هتين الدولتين الكبيرتين في عالم الألعاب الفردية استشفاء ونصائح وتبريد للجهاز العصبي والجهاز ننظر إلى الإعادة بالبطيل نحو الرأس والجذع اشتباك غير متعمد المزيد والمزيد في انتظار بداية الجولة الثانية يطلب هذه عدى جميلة أخرى لدى حركة الأقدام على الحلقة من أبرز المزايا للملاكم الحصول الحصول على فوتورك جيد وبداية الجولة الثانية مع لكمات يرجى منها الفوز من كل اللاعبين وتبادل لمجموعة اللكمات ويبدو اللعب الإيراني أكثر تركيزا أو أكثر ثقة حتى الآن ولكن في علم الغيب الفائز في هذا اللقاء كازاخستان ترقب وزوغان وهروب من اللكمات القوية خبرة اللاعب الأحمر في الهروب من اللكمات القوية الهروب التكتيكي والخداعي وليس الهروب بمعناه الآخر لاعب إيراني بشكل واثق ومضى لكبات قوية اللاعب ريزائي والثقة الكبيرة يا سلام على الفنيات ويا سلام على اللعب لعب زكير من كازاخستان يبدو دو خبرة كبيرة في التحرك حول الحلقة والتحرك نحو الجوانب لتفادي الهجوم القوي الكاسح من اللاعب الإيراني اللاعب ريزائي انظروا إلى الخبرة والثقة العين لا ترمش عند الكازاخي الركن الأحمر العين لا ترمش التركيز التحرك نحو الجوانب والهروب من اللكمات القوية لقد استشعر قوة ريزائي الأزرق الحكم يطلب من اللاعب الأحمر هذا من انحناء نحو الأسفل أو نحو انزال الرأس ومن اللاعب الأزرق عدم الضغط عليه للأسفل لكم قوية يمنى من اللاعب الأحمر نحو الزاوية الزرقاء لعب إيران اللاعب ريزائي يبحث على المزيد من النقاط أو لكمة قوية مستقيمة يمنى نحو الرأس واشتباك المتعمد والحكم يطلب من الركن الأحمر هذه المرة رفع الرأس عاليا ويطلب استكمال اللقاء لكمة قوية يسرى من اللاعب يمنى مستقيمة لكمة مؤثرة هل يقلب النتيجة في هذه اللحظة انظروا إلى التركيز الركن الأحمر تركيز ولكمتين قويتين أثرت على اللاعب أرزاي برغم أنه يحاول إظهار عدم التأثر من لكمتين القويتين لكن عشر ثواني يمنى الضرب بعد قرار الحكم وابتسامة ابتسامة تعمل كثير من اللاعب الأحمر انه بعد الضرب بعد قرار الحكم نهاية الجولة الثانية وراحة يبدو للعب كازاخستان في خبرة وثقة وتحمل كبيرين برغم اللاعب الإيراني اللاعب رزائي اللاعب قوي ولكنه تلقى لك بتين قويتين يساعدنا بها المخرج في هذا الفاصل إذا أمكن يا سلام شوف هذه مجموعة من اللكمات الصحيحة القوية لك قوية مباشرة يمنى مستقيمة يمنى كروس وهذه الرد عليها شوف 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 اللقاء تعلم من هذا اللقاء القوي نرى في الإعادة بالبطيء ما لا نراه في الواقع العين البشرية بالعين المجردة لا ترى هذا لا ترى هذه الانفعالات ولا ترى هذه ولا ترى هذه القوة في اللقاء بداية الجولة الثالثة والأخيرة دخول وبداية من لعب كازاخستان يريد إثبات الأفضلية في هذا اللقاء أعزاء المشاهدين من يكون الفائز في هذا اللقاء هاتركوا التخمين لكم ولا أستطيع أن أخمن من الفائز حتى الآن يطلب الحكم من اللعب روكس الأحمر لبقى الرأس عاليا واللعب الأحمر يعطي لك ما تصاعد نحو الجذع ولكن أوه لكما مستقيمة سريعة جاب قوي أوه اللعب كازاخستان يتحول في الجولة الثالثة نعم يقول له المزيد الركن أزرق يطلب من الأحمر المزيد تحداه بإصدار المزيد من اللاكمات القوية المؤثرة لدي خفك حديدي أعطيني المزيد كازاخستان اكتسب ثقة أكثر الركن الأحمر الخبرة هنا تلعب مجال اليدين في الأسفل ليست حركة محببة إنما لمن يعرفها ويستطيع استخدامها لكن تظل لعبة الملاكة هي لعبة المفاجآت الحكم يطلب من اللاعب الركن الأحمر بعدم المسك شوف لكمات يسرا ويتين من لاعب الإيراني ريزائي واللاعب زكير له بالمرصاد يتحرك كل اللاعبين بشكل صحيح وكأنها الجولة الأولى انظر نتكلم عن الجولة الثالثة كل اللاعبين انظر مجهود السنين والشهور مجموعة منها اللكمات من كل اللاعبين وسيل من اللكمات ممنوع الضر من الحكم يستكمل اللقاء في الدقيقة الأولى وخمسون ثانية اللاعب ريزائي يصدر اللكمات القوية ليرجع مرة أخرى للسيطرة على اللقاء حيث بدأ في الجولة الأولى ولكن الخبرة الكزخستانية الكبيرة من اللاعب الأحمر كما نرى الزوغان من اللكم والهروب من بعض اللكمات والالتفاف والدوران لقد طبق كتاب الحماية كما يجب منظروا للسكب منظروا لللكمات منظروا للهروب من اللكمات والخبرة التي أظهرها في الجولة الثالثة أتوقع لو بدأ في الجولة الأولى بذلك لقدت أنه الفائز هذه الخبرة تلعب دورهم هل حكم يستكمل اللقاء اللعب الإيراني يحاول السيطرة أمام المفاجأة الكزخية في الجولة الثالثة لكمات قوية من رزائي اللعب شرس يتحدى المكينة الكزخستانية ويتحدى الخبرة بالقوة وانظر إلى تلك اللكمات الحكم يطلب عدم المسكر للأزرق يستكمل اللقاء اللعب رزائي يظن أنه الفائز هل يكون للقوضة نفس الرأي أم لديهم رأي آخر علينا بانتظار القرار بعد نهاية الجولة الثالثة رزائي هل تكون أنت الفائز كما أعلنت أم أنك استبقت القرار ننظر إلى الخبرة الكازاخية والمكينة الكازاخية الصامتة الشعب لا يتحدث بل يعمل لقطة جميلة التصوير والحضور النسائي في البطولة من لعبات ومصورين وحكمات وقاضيات ويوجد الكثير انتظار القرار الإيراني رزائي يشير بانتظار مستعجل عن نتيجة المترجم المترجم في البطولة في البطولة يمتلك كازاخية لم تتوقع يا رزائي النتيجة فقد فازت الخبرة الكازاخية على القوة والصلاة الإيرانية هالمكينة الكازاخية تثبت أنها الأفضل مبرك يا زاكير سافلين الخبرة لها دو قد تكون قويا قد يكون لديك بنية لعب رزائي غير راب ولكن نشكركم جميعا هذه الروح الرياضية وهذه اللعبة أديت مباراة قوية يا رزائي ولكن القادم أفضل مجموعة من لقطات من مخرج المباراة السيد محمد الكتفي والسيد إيهاب نور واللقطات الجميلة لهذا اللقاء القوي الذي رانا الفرق بين الخبرة الكازاخية والقوة الإيرانية اللقاء القادم في الوزن الوسطي ويلتر ويت الوزن الأهم في الوزن أهم